مهرجان واتكتي المنظم في تجمع صاق المهر في مقاطعة مال يحاول حسن أكشيخ أن يقوم هنا بمقاربة ميدانية بينما تزخر به الصناعة التقليدية المحلية من تراث ذقافي أصيل وما يعرضه هو في أجنحة المعروضات التقليدية على أرضية المهرجان من موروث ذقافي مادي ميز حضارة طوارق النيجر عبر الزمن ومكنهم من مجابهة الحياة وتحديات ظروف المناخية في مجابات الصحراء حسيت بني بين أهلي لأنني أنا بروحي من هذه الفصيلة اللي هي الصناعة نحن نقول لهم إن هضا لهم صناعة من ألف إلى ياء بالنسبة للمجتمعات عندنا هناك نفس الصناعة نفس الثقافة نفس التراث نفس التقاليد نفس الأخلاقيات ونفس الشيء هذا كابل يدل على أنه أنا في دولة عظيمة دولة لديها تاريخ بعيد تاريخ قوي تاريخ عظيم تاريخ معنى الكلمة طبعا يفسح حسن المجال هنا تحت هذه الخيمة النيجيرية الأصيلة أمام الفنان شيخ اللابة ليكتشف أصالة وتنوع هذا التراث الذي تتجلى في كل قطعة منه عمق العلاقات الثنائية ومتانة الروابط الدينية والاجتماعية والثقافية بين بلادنا ومحيطها الإقليمي وبالرغم من أن الكثير من هذه المعروضات التقليدية بات مهددا بالانقراض كما يؤكد حسن إلا أنه معزال يشكل نقطة تلاحم ثقافي بين بلادنا ودول المنطقة ويعزز جسور التواصل الحضاري والتاريخي بين شعوبها عبد الودود السيدنة الموريتانية من تجمع صاق المهر بمقاطعة مال